اهلا بكم من جديد في هونالعاصمة زي ما قلنا قبل الفاصل احنا هلنقش قضية مهمة جدا تهمنا كلنا وتهم ولادنا وشبابنا كبار وصغيرين على فكرة ما بقيتش المسألة قاصرة على الشباب بس ادمان شبكات التواصل الاجتماعي والفيسبوك وتويتر وزي ما قلنا ما فيش حد يقدر يقعد ساعة من غير ما تلاقيه داخل على الفيسبوك او تويتر وزي ما قلنا بنقعد نتكلم مع بعض واحنا بصين في الشاشات ومش فاهمين بعض ولا بنقعد مع بعض اساسا بالاضافة الى مخاطر التجنيد تجنيد الشباب عبر الفيسبوك وشبكات التواصل الاجتماعي في جماعة داعش الارهابية وجماعات اخرى سمحول ان انا رحب بالضيفين الكريمين الدكتور جمال مختار خبير نظم المعلومات والشبكات الالكترونية اهلا بيك والاستاذ محمد القديم خبير نظم المعلومات والتسويق الالكتروني اهلا بيك مناور خلونا نبدأ من البداية دكتور جمال هل فعلا هناك ما يسمى بإدمان الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي هو فعلا كده وزي ما حدا قلت قبل الفصل هو نسي ايده الشمال ايده الشمال دي يعني ما بقتش بتاعته خلاص هو طول ما هو قاعد هو العالم الافتراضي هو بقى هو العالم الحقيقي بتاعه يعني هو اللي بقى نجم الفيسبوك لما يحطوا صورة ان المشجعين يحطوا له لايكات بقى هو لما حد يجاعد ميلاده يبعط له ما يجيب لهشه ده يجيب له فلاور يعني بقى عايش جوه العالم الافتراضي اهو معنا مساهد اللي هو بيوصل ان هو ادمانه في السارع هو مازي في السارع مسباطس على السارع اه هو ده كمان يمكن اكسبش ماسكه بيده اليمين كمان ان هو فهو وصل لمرحلة ان هو بقى ده هو العالم اللي مريحه خلي بقى لك كمان بقى فيه حاجة اسمها يعني انت النهاردة بتحب ايه غير الحاجات اللي انت حاطتها هما بيعرفوا عنك حاجات عن طريق الحاجات اللي انت مسلا قلت عايزة تأسافر برا عايزة عمل حاجة فهو كل شوية بيبعث لك حاجات تخليك على طول مجدود للحساب بتاعك بالاخبار اللي انت عايزة طريقة الاخبار اللي انت عايزة فدايما انت مجدود بجانب طبعا الصحاب وكده اللي هم الكتار مع الادمان ده بيوصل كمان في بعض الناس بتوصل بقى لمرحلة ادمان مرضي وتوصل مراحل تانية اللي هو ملل بجاله ملل من حالة الفيسبوك فتخلص من الادمان يعني فيه ساعة الناس بتنجوا من هذا الموضوع وفيه ناس بتفضل في هذا الموضوع طبعا ده بيعطى الانتاجية لما عندك تلاقي الشاب بيفضل قاعد لسبع الصبح بيتشات هينام ويصحى امتى عشان يروح الجامعة او يروح الشغل او يروح حاجة فده بيأثر حتى على الاقتصاد وعلى الانتاجية وعلى الحالة العامة المزجية ولما ما بينامش كويس بيتعصى بيبقى انسان كيان عصى بتاني يوم كل دي حاجات موسيقى جدا ومشكلتك ان ما فيش حد بيرشد يعني لا الاب والام بيرشدوا والحكومة بجلالة ادراها تتمتع بكمية جبيرة جدا من الجهل الالكتروني والامية الالكترونية في كل حاجة فما حدش ما حدش عارف سيطر على الجلدة اساس ما حدش عارف عشان تسيطر رازم تكون فاهم فهما ما عندهمش الفكر ان هو يفهم كويس اول موضوع عشان يبقى يعني زي ما كان زمان او استاذ ماجدي في حاجة اسمها اخصائي اجتماعي في المدرسة الوقت المفروض يبقى فيه اخصائي شبكات اجتماعية واحد يخش يشرح يتكلم يفهم الناس يبقى فيه توعية معينة زي ما كان زمان فيه تربية قومية بالوقت يلازم فيه حاجة اسمها تربية الالكترونية اعمل وما تعملش شوف وما تعملش لشيه اولاد نظرهم بيضعف من مسكة الموبايل مثلا شاشة صغيرة سمارتفون ويقعد على الفيسبوك ليل ونهار ومصدر اضاءة جنب عينه على طوال ده غير التعب الاعصابي طبعا اعصابه بتكون بيتعصاب ويبقى انسان فعلا معزول عن الواقع يعني هو كل حاجة عنده بيفوصلها بالكليك هو شاف الحياة كلها عنده كليك وطبعا بيساعد على جهدا الاهالي مستراحين الولد بعيد عنهم وساكن وهي المفروض ان فيه بس هو مسروق منهم صح اه طبعا مسروق من المجتمع كله مش مسروق بس منهم مسروق من المجتمع كله التاقة الانتاجية بتاعتك الباور فورس او الورك فورس بتاعت الناس مختفية بسبب الدخول في هذا الموضة خليه بقى انه كان عنده مشاكل مش عارف يتعرف على بنات فيه اللي شايل انا مش نكلم بس على الولاد البنات كمان اللي شايله صورته حتى صورة واحدة تانية اللي شايله صورته حتى صورة ورد وده بتليه كتير اوه في محافظات مصر يحطوش صورهم واحيانا بيبقى اسم مستعار هو حاسس ان هو بيطلع على جواه من خلال اسم او هي بتطلع على جواه من خلال اسم مستعار موناليزة مثلا مش عارف ايه الحاجات اللي بنشوف قلنا رفع على الستار فانكشف المجتمع اكتشفنا كل الامراض النفسية بسبب هذا الموضوع وطبعا احنا قلنا الفيسبوك هو نادي بلا اسوار ما فيش حماية خالص ولا في حماية للخصوصية ولا في حماية للجمع يقدر حد يحلل المجتمع المصري بالكامل من خلال الفيسبوك؟ اسهل ما يمكن سواء كبني ادم او كسيستم يحلل يشوف العداد يشوف الزحمة فوق كبري ستة اكتبر الساعة كام يشوف الناس في وقت الزحمة هتعمل يعني اكيد فيه اجهزة مخابرات بتدرس ده مخابرات واجهزة وهكرز وجهات ارهابية وهكرز كراصينة اه احنا بنساعد في كل ده بكل اسف احنا بتمية المعلومات المرات رطة انا دائما بقول خلينا بخلق في المعلومات مينفعش ان نبقى الكرم العربي ده نحطه في المعلومات يعني ان كان لدى يعني بالزبط كده وعلى مستوات كبيرة وعلى مستوات مناصف الدولة تلاقي نفس الكلام نفس الدنيا عنده ما عندوش الوعي الامني انه هو يحافظ على نفسه او على مركزه ويخبي نفسه في بعض الاعيان اللي ميكون مطلوب منه انه هو يخبي نفسه احنا لسه مكتشفين حاجة الوقت انا مش اعتذر بس عن التطويل احنا لسه مكتشفين ان احنا كلنا طلب مننا ان احنا نحط رقم الموبايل بتاعنا عشان نحمي حسابك على الفيسبوك من الهاكر لان الهاكر لو ادخل على حسابك فالفيسبوك بيبعث لك بيقولك ان في حد دخل تاني على الموبايل اه ده موجود اصلا انا مش فيسبوك يعني ده نوع من النوع انا مش موجود على فيسبوك ولا تويتر فمعرفش الحاجات ده يعني بيحط رقم موبايله علشان يعمل حماية للحساب بتاعه ده من دين الحاجات هو طبعا بيحطه ولكزا حاجة فدلوقتي يعني لسه الجارديون لسه منزلها مبارح خبر صحفة البريطانية اه ان هذا الرقم الموبايل اللي بيتحط ده اكبر وسيلة للتجسس على هذا الشخص لان اي هاكر دلوقتي تقدر يخش عن طريق الحاجة اسمها اي بي اي اللي هي اي بليكيشن بروجرام انترفيس ده حاجة سامح بيها الفيسبوك اللي اي حد بيعمل اي بيعمل اي بليكيشن انه يتواصل مع الفيسبوك اوتوماتيكالي ويديو له معلومات فممكن يحط الرقم حضرتك يروح بعيد له صورة مكدي جلاد واسمه بالكامل ورقم ونوع موبايله ده المعلومات الاساسية ولهو عنده شوية زكاء يخش يجيب اكتر من كده يجيب الرقم الكودي بتاع الموبايل ممكن بعد كده يحط لك البنامج بتاع التجسس اوتوماتيكالي عن طريق انه هو عنده كمبيه كبيرة جداً بالمعلومات فتبقى موبايلك قاعد مطفي بس هو شغال الكاميرا بتاعته شغالة انت عايز تبعت وبيسمعني طبعا وممكن تبعت مسج لمدير في الشركة مثلا هو ياخد المسج ويعدلها ويكتب فيها شتيمة يكتب فيها اللي هو عايزه يعدل الرسالة طبعا كل ده متقدر عن طريق الرقم اللي محطوط على الحساب في الفيسبوك اه لو خلاص عرف يركب على الموبايل هيقدر يعمل اللي هو عايزه وفيه قراصنا بيعمله ده وبايت اسهل من السهولة طب ما أنا بشوف ده بيحصل في السمارت فونز او الموبايلات الزكية او الاجهزة المحمولة الزكية في الاجهزة العادية العادية يعني أنا بشوف وزراء ومسؤولين كبار شايلين الايفون والسامسونج الليلة سمارت فونز وهم أكيد عندهم أصرار الدولة كلها بس يا سيد مجد حاجة تكسف التصرفات بتاعت الوزارة أولا هقول لكل وزير اه طبعا ان هو مش حامي نفسه كويس حطت اسمه حطت عامل السمارت فون بيتكلم فيه هو مش عارف انه ممكن يكون مخترق انا بنصح اي وزير في مصر مش 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 هو مش حطت معلوماته ده حطت البلد نفسها ومش بيحمي البلد نفسها وحطت ايميله الايميل وموبايله يعني انت مفروض كوزير تخبي نفسك لو انت عندك سمارت فون تبقى فتح ايميل مخصوص للموبايل عشان لو حد عايز زيرك حط اسمه حتى مستعار وانت جوه الموبايل عشان ما يجيش بعد كده بالترو كولر يعرف انت اي واحد يعرف انت مين انا بقول للوزراء ما حب تتكلموا كلام مهم اشتريوا تليفونه بمميت جينية بولمبة ده وتكلموا فيه مش معنى كده ان ما فيش اختراق يعني ما فيه اختراق بس اختراق شيك انما السمارت فونز دي اي عيل في شارع عبدالعزيز هيقدر يسمع اي وزير شارع عبدالعزيز اه وفي السراج مول وفي شارع التحريق يعني اي واحد طب معلش اشوز محمد هنطول في النقطة دي شوية معلش معلش قولينا ازاي يعني 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 انا الحمد لله مليش فيسبوك وكلام ده وكده بس واحد حتترقمه على الحساب بتاعه بتاع الفيسبوك زي ما بيطلوبوا منه حيدخلوا ازاي ويحول ده الكاميرا ومايك يسمعك وياخد الدياتا بتاعتك لدرجة ان هو يعدل الرسائل وكل حاجة فيه فيه وزراء بيتواصلوا على الفيسبوك وحطين كل البيانات بتاعتهم عن طريق السمارت فون فبالتالي ده واقع عندنا وزراء عاملين كده اه طبعا هو بيتواصل مع الناس وده حاجة مش غلط بس هو ما عندوش الوعي الالكتروني الكافي ان هو لازم خاني يتبين اقول يا هاتف الأستاذة فاهم الرئيس تحريب بتقول لي فيه وزراء فعلا حطين كل حاجة على الفيسبوك حطين كل حاجة بكل اسف وما عندو 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 امية الالكترونية رهيبة فبالتالي انا ممكن نضيف نقطة او اقطة بس تجميل كلام حضرتها مبدئيا كل السمارت فونز هي عبارة عن أبليكيشن السمارت فونز يا جماعي اللي هي الزكية اللي هي توتش اللي هي فيها كاميرا اللي هي فيها انترنت وفيها فيها ايميل فكل الموبايلات دي فيها اميال الاابليكيشن دي بتكونكت بسرفر معين بسرفر معين مرتبط بالاابليكيشن das فانا لو قدرت اريد ان تسطبت الابليكيشن ده عندك على الموبايل وانا قدرت اعمل هاك على فانا اعملت د outro لان كل ما هيبقى بالنسبة لك ولا شيء. فكل الابليكيشنز الموجودة مرتبطة بنوءات معينة بالسيرفر نفسه بتاع الابليكيشن نفسه. آآ فيسبوك واسق كل الابليكيشنزي. فأنا قدرت ادخل في الكنكت ما بينك وما بين السيرفر فأنا كشفت كل حاجة عندك. كل بساطة. وادخلها من اللي انا عايزه. اللي انا عايزه. خلالت انا بقيت كنترول موبايل بتاعك. طبعا معت اكملت آآ دكتور جمال ان هو ازاي بقى بجيب الرقم والحاجات دي كلها ممكن من خلال الفيسبوك. ممكن من خلال تورك سيرة. اصحابه يعني اصحاب الوزير. وزمالي الوزير. واكتر من كده. وجهات سيادي. كل حاجة تبقى سهل جدا. ان انا خش اعمل اللي انا عادي. فأنا لو اعترضت الكنكت اللي حاصل ما بينك وما بين السيرفر ما بين الموبايل والسيرفر فأنا خلاص. طب من نسبة لي بكشوف تمام. الله. طب ازاي الاجهزة الابنية عندنا اجهزة المتصالات ما بتقرش الوزر والمسؤولين. لا. انا مخابرات الاول وبيتعمل له حماية معينة وتفضل استخدمه. لكن على الملأ كده واستخدم تليفون من السوق. استحيل. ممنوع ده تمام. انا اقول لك بمنتهى الثقة. انا لا اعتقد ان في جهات امنية شيء. انا شرحت الوزراء مخاطر الانترنت من خدر الكافي. لان في ناس برضو في الجهات دي مش قادرة تفهم الموضوع بالخدر الكافي. هم كويسين وبيعملوا حاجات كويسة بس هم مش كفاية. اكاديميا ممكن. اكاديميا لان احنا بعدين اقول لك حاجة معلش بمتهى صراحة. لما يكون تمن الغلطة ان زابط يموت. او حد يموت. او معلومة امن قومة تتسرب. اه لما يكون تمن الغلطة ان انا واحد يقول لي ازاي تصنع اصنع كنبلة. حقيقة. او او يكون تمن الغلطة ان واحد اه مش عارف البلد بالقدر الكافي من هزي الصغرة الالكترونية. يبقى انا لازم اتكلم بقلب جمد اقول عندنا تأثير وعندنا لازم نفوق شوية لهزي الكوارث اللي بتحصل في هذا العالم الالكتروني. طيب. طيب استاذ محمد. ازاي بيتم تجنيد الشباب في غرف الشات بقى في جماعات ارهابية وداعش. واسمعنا عن حالات مندي كتير. طيب. انه التجنيد بيتم من خلال الشات او المحادثة. طيب. في هذه الغرف عبر الفيسبوك. هو مبدئيا خلينا نقول للمجتمع مفتوحة. فداعش حتى لو مش بتلاقي طريق على الفيسبوك او الحاجات الرسمية. بيبقى عندها حاجات يعني زي ما قلوه الباب الخلفي بتقدر تعمل فيه غرف درداشة خارج السيطرة او سيطرات الحكومات عموما في سيرفرات في بلاد ما. فده هو دلوقتي انا ازاي هجنة شاب صغير. لاما ادي له حاجة مميزة اي هو عايزها ونقصه في بلده. فبالتالي انا بقول له تعالى هدي لك ده. سواء بقى هتتجوز سواء فلوس سواء المغامرة نفسها بتاع اللي انت تعالى سلاحه. فده شوية بياغوي نوعية معينة من الشباب. الجزء التاني تعالى انا هديك عربية وهديك كذا وهديك كذا وهديك مميزة كذا. واقناعوا افكارهم والخطاب الديني. الخطاب الديني ده في النهاية انا اعتقد ان هو اخر حاجة لان هم بيعوا معايد تماما عن الدين. يعني هو الموضوع شوية بيبقى فيه. بيستغل طمع بالزبط. هو بيستغل طمع الشاب واندفاعهم في الاول. بالزبط. زي مثلا فيه حلق مشهورة اوية مصرية اللي هو صور وكان ولد بيلعب بادي بلنينج شام يا كان اعتقد اسمه. ده ده ولد كويس جدا تعالى عن طريق المغامرة وتعالى هتعمل وكذا وتبقى قائد وتبقى وتبقى. فبينجزبوا في هزي الغرض. لكن السهيطرة عليها صعبة. السهيطرة عليها اللي انت تمنعها من المنبع لان هي بتبقى موجودة سيرفورات ما تقدرش دول تكنترول عليها الدولة. يعني يعني فيه صعبة جدا. فيه طريقة اولا. صرية الحجب في مصر اللي انا احجبها اللي انا ما خليش الشاب يوصل لها. لا لا خالص. احنا واحنا صغيرين نتقلك ايه. لما تعد الشارع بص يمين واشمال. لو حد اداك حاجة ما تاخدهاش. يعني تقلك شوية نصايح وانت صغير. مفروض دلوقتي الاب والام يكونوا متدخلين. انه هم وعيين الوعي الكافي. لنبقى الاساس طبعا. يتكلموا مع اولادهم. ويتصرفوا يا زمود. لو حصل كزا لو حد قال لك كزا. قلنا. يعني هو بر التواصل من الاب والام. مش كالنا بحصل فجوة جدا ما بين الاب والام وفكر الشاب نفسه دلوقتي. دي مشكلة كبيرة جدا. طبعا. دي مشكلة احنا بنسك. كبيرة جدا. في فجوة. كبيرة جدا. في فجوة منا وبين الولادنا مش بيتواصلوا معنا. يعني حتى في ابهاتهم واتبعتين لرسال بيقولوا. احنا بنتحايل على الاولاد والسباب بيقعدوا معنا. ما بيقعدوش هو قافل على نفس قطه او في عالمه الافتراضي. انا 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 ضد ان هو بيهرى من الواقع. لا هو بيروح للواقع بتاعه بطريقته. بطريقته. هو مش بيهرى من الواقع. هو لو مش لاقي الواقع ده في في سوشال ميديا او في فيسبوك او في غيره. مش 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 هيئ مش هيئ في القط عليه ويبقى موجود. هو مش خيال ولا افتراضي. لا هو واقع. هو واقع. هو ناس بنتكلم. ومع فبالتالي اصبح بالنسبة له مجتمع حقيقي بيشوف فيه كل اللي هو عادي. يعني بيدرس فيه. بيلعب فيه. بيهزر فيه. بيقابل صحاب. بيعرف بنات. كل الدنيا موجودة في المجتمع ده. فهو بالنسبة له مش فتراضي. لا هو حقيقي جدا. لكن هو عايشه بطريقته. بخياله. بدنيته. عشان الاب والام يعيشه. عشان كده فيه صعب. صعب اللي انا اقنع بعض كده. نعرف برضو عشان احنا احيانا ما بنعرفش نفهم السباب ولا بنتكلم معهم بلغتهم. تعالوا نشوف السباب بيقولوا ايه عن الفيسبوك وسبكات التواصل الاجتماعي ونكمل. لو في فكرة وحشة وانا عايزة انساك وراها هي عجبتني وانا عايزة انساك وراها في انساك. ايه لو في فكرة حيوة هي عجبتني برضو انا عايزة مش وراها مش. هل انت مود من فيسبوك? اه ادمان. في ناس بيكون ادمان 24 ساعة يعني. بيشوف الناس 24 ساعة مسكنوا الموبايل مش بيسيبوه. بالدرجة ان هما بياخدوا بطارية وهم ماشيين بيشحنوا بيد الموبايل. في ناس بتنضم من الفيس وكده لجماعات ارهابية. اه ده ناتج لان المناصقين بتوحهم بيستخدموه كويس وبيعرفوا ازاي يجزبوه الشباب. ده سكنت اسرة فاق فايرة تفاق بيدور على العمل المادي. از حد اغراء ماديا وهو مش مترب كويس ومش متأسس فممكن يتأثر عليه. يدخلوا ارهابي يدخلوا اي حد عن طريق المادة. وخاصة ده ما وقعت في البيت عطلان. الاخوان على حد علمي يعني اللي انا بشوفه بيستخدموه ده طبعا بطريقة اللي هتتخياليها. في جذب الشباب في جذب المناصرين ديهم. ده بيحصل بترويج اشعاعات ترويج صور تبقى مغلوطة حاجات مغلوطة على الفيس. طبعا دلوقتي الاستخدامات السيئة لفيسبوك بقت اكتر من الاستخدامات المفيدة لي. فدلوقتي موضوع التنظيمات الارهابية دوت قدر يوصل لكل شاب في بيته مجرد ما تفتح صفحيطات ممكن تلاقي حاجة. هم بتكون خايفة كده بالنسبة المواقع ديات بتكون سبب لمشاكل كتير وهي اصلا تعتبر اساس المشاكل في البلد دلوقتي بسبب ان الشباب العطالة والبطالة والكلام ده كله بيسبب لهم انهم بندموا للمواقع الارهابية ومواقع داعش ومواقع الاخوانية والكلام ده كله. هم بيقولوا ادمان يعني بيعترفوا انه ادمان وما نقدرش نتخلص منه لانه زي ما حضراتكو قلتو انه هو مش مش على مفتراضي ده على مواقع هذا هو الواقع بتاعه. دكتور جمال اعرف ازاي انه هذا الشباب او ابني او بنتي كمواطن عادي مدمن فيسبوك. اول حاجة لازم اتواصل معه يعني هي مكبر ابنك خويه فعلا انه انت لازم تخويه وزي ما قال سينا علي ابن بابي طالب سبع لعب وسبع ضربه وسبع مصاحبة لازم تصاحبه هتصاحبه ازاي انت لازم تعرف صحابه لازم تخش معه الفيسبوك لازم يبقاش يقدر يعمل حاجة من وراك في الحاجات وده مش غلط انت في امريكا بيسمحه للاب والام ان هو مش هقولي يتجسس بس يرائب ابنه بيعمل ايه ومين بيتعامل معاه ومين بيغرر به ومين بياخده في الكلام مين او شمال. اتاني حاجة احنا طبعا لازم لازم يكون في وعي الكتروني عند الاب والام ان هتكلم ازاي. ما الولد دخل وقفل الباب عليه لان ابوه امه مش عارفين يتواصلوا معاه ان هم مش فاهمين هو بيعمل ايه. هم كل اللي حصل ان هم يعني كسلوا ان هم يتعابوا شوية في المعلومات. لو تاخد بالك كل اللي تكلموا عندهم نوع معين من الوعي الالكتروني الكافي. كل واحد بتكلم بعرف يتكلم كويس. تاهم الحكاية. هل الكلام ده متوفر عند الاب والام الكبار مش موجود. لا. فبالتالي بيحصل الفجوة بتزيد. لما بتزيد الفجوة ما اللي بيلعب بدماغ الطفل او الشاب هو عارف يعمل ايه. ما خلصنا بقى من محلة حروب الجيل الرابع دخلنا في الجيل الخامس. التحكم عن بعد. وانك تعمل اللي انت عايزه. وانك تشكك في قانون. وتشكك في ديانة. وتعمل تعمل تعمل استخدام. في على فكرة فيه ولاد وبنات للأسف يعني. آآ ألحدوا عبر الانترنت. بكل أسف زادت جدا بعد الصورة. يعني اللي بيدخلوا بيروحوا سحبينهم بعد صورة ينار الفين وحداشر. بيدخل يروح سحبه من مقال لمقال لفكرة الكتاب. وعارف يلعب. وفيديو الكزا يدنه يتبحر يتبحر لغاية ما يلاقي نفسه ملحد. وبعدين يدخله في مجتمع. فالمجتمع يلاقي نفسه ان هو مش لوحده فما يحسش ان هو غلطان. ان دي عادات كبيرة في العالم ملحدة. وطبعا بيقول له كلام بيلعب في دماغ الولد. ما الولد مش متأسس ديني صح. مش متأسس اجتماعي. مش متأسس ان هو يبقى عنده ثقة في نفسه. وهو دايما عايز ينضم الشلة. ينضم الالترس. ينضم الجماعة معانا. فهو بينضم الالترس دي. اللي هي جماعة دي مسيطرة على تفكيرهم. فبالتالي هزا هزا الشاب بسهل قوي ان يتلعب بدماغه بسهولة في اي حاجة بقى. فجر قنبلة. الحكومة كفرة. الحكومة بتعملش حاجة صح. الزباط لازم تخلص منهم. الخنبلة تعمل فيها. يعني كل اللي انت عايز تقوله بيحصل بكل اسف. نتيجة ان التحكم الوحيد المسموح والمشروع هو الاب والام. طيب. استاذ محمد. هل ده معناه برضو. علشان نكون واضحين يعني. انه الاب والام يعرفوا ابنهم او بنتهم بيعمل ايه على الفيس ما حساب شخصي. يعني هو مش معقول هيدخل يقول له ديني الباسورد عشان احنا. اشوف انت بتكلم مين وانت داخل مع مين. وهل انت داخل على صفحات الحادية والارهابية ولا ايه الموضوع. خلينا اتفق ان هو لو الامر تطور لهذا الشيء ان انا بقيت برأب ومرأب اللي انا بحصره. هو هيقدر يعني يتحال عليها جدا ويقدر يضحك عليها جدا. انا خبرتي مش بلافس الاخنية. خلينا بس ارجع كده للورا شوية واقول ان هو امتى الاب والام يخافوا. امتى الاب والام يقولوا ايه يقولوا ان انا ابني بقى مدمن. يعني ادرسات بتقول لنا من ثلاث ساعات لاربع ساعات يوميا على السوشال ميديا او الانترنت بقى كده في علامة حمراء او في علامة. نعم. طبعا. ده في ايه ده? طبعا. من ثلاث لاربع ساعات. تتكلم جد? طبعا. ده الدراسات بتقول كده? طبعا. طبعا. سلام عليكم. احنا كلنا مدمنين. ده احنا عندنا 90% من السباب بتوعنا مدمن. ده اكثر. ده ثلاث اربع ساعات دي ازازة. لان هو بقى اسكت الحياة. ده في عشر و عشر و خمستاشر و تمنتاشر ساع و اربعة و عشر ساعات. طب صدق انا اعرف ناس حقولي. والله. انه الموبايل على السرير او الايباد مسلا. والولد او الشاب او الشابة نايم. و سيبه مفتوح. و انه اب قلق و انه اساسا بيصحى في نص الليل بدل ما يصحى يصلي. لا بيشوف المسلا. او يدخل التولد مسلا او اي حاجة ليس لازم يعني يروح بسس كده على الشاشة و قديم يعمل. نرجع تاني لكلمة ادمان. ايه هي ادمان? ٣٣-٤٤ ساعات طبعا طبعا طبعا. نرجع هنقول ايه هو الادمان. الادمان عرفوه ان انا. الادمان عرفوه ان انا فيه سلوك معين ما قادرش يسيطر عليه. كم واحد موجودين دلوقتي مش قادر يسيطر على الانترنت. يعني خلي كده ان احنا موجودين دلوقتي وفيه لابتوب قدامي والكهرابة قطعت احساسك بيكون ايه ناس كتيرة جدا بتتضايق ناس ممكن تتنرفز ناس ممكن الحمد لله الانترنت عموما لا بالسبب تحشوف مواقع اخبارية حلو نميل ما هو ده في نهاية بقى احتياج انا دلوقتي بقيت محتاج الانترنت في شيء معين كل ما الاحتياج بيزيد كل ما بيكون عندي رغبة وانا اعرف اكتر هو بيبدأ ازاي الموضوع بيبدأ ان انا انا معرفش حاجة عن الانترنت معرفش حاجة عن الكمبيوتر بزيب زي ادمن عادي جدا ان انا بقعد نص ساعة في الاول بلاقي الموضوع حلو قوي بلاقي لو انا مسلا مهندس ديكور بلاقي ديكورات جديدة ببدأ اشوف الديكورات ببدأ اتكلم مع ناس في نفس المهنة فبقى اداني خبرة فبدأت احس الموطعة ولز جميل قوي ايه ده حاجة جميل قوي طب نص ساعة مش كفاية انا لازم ساعة لازم ساعتين لازم تلات فاصبحت بقعد اربع خمس ساعات في اليوم علشان حقق نفس الموطعة اللي كانت بتاعت نص ساعة في الاول يا ريت اربع خمس ساعات صدقني حدث تفايل قوي بالزبط اكتر بكتير تمام كلنا بنشوف ده انا بقعد اتكلم مع ناس والله ما بيبصلي طب احكي لحضراتك حكاية انا لحظتها اذا نبص كده 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 فلا خلقوا له سامع ولا اه انا لحظتها احيانا الكهرباء بتقطع بتحميل اللي هو زيادة الاحمال فبتقطع الكهرباء طبعا الدنيا بتبقى حص مفيش حد في النهاردة تمن مناطق في القاهرة كتير فجأة مجرد ما الكهرباء تقطع فجأة تسمع اصوات الدحك واصوات الهزار واصوات ناس قاعدة مع بعض بتتكلم واصوات الطاولة بتتلقب فبدأ بقى في حياء صح انا بالنسبالي الانترنت او السوشال ميديا ده سجن احنا كلنا مسجونين فيه دلوقتي بطريقة او باخرى فانا مجرد ما الكهرباء بتفصل فما فيش انترنت او ما فيش الواي فاي اللي هو بيشغالي الانترنت في البيت فاصبحت انا انا حر افتح باب العنبر بتاعي واطلع اوض مع البيت اطلع مع الاسرة اتكلم والعب وضحك مجرد ما الكهرباء تاني كل واحد يعني احنا نطلق دكتور محمد ساكر مرقبة وزير الكهرباء يقطع الكهرباء كتير عشان نتواصل مع بعض عشان نرجع تاني لحيال بباعت الكلام لا او البنت او لو ولد يخاف يروح ويصرخ ويطلع على مامته وبابا ويقعد معاه ده حقيق في اللحظة اللي بتنقطع فيها التكنولوجيا وبنقطع فيها الرفاهية دي احنا بنرجع تاني لاصل موضوع بنضحك ونحضر مع بعض مصريجي انا بكلم لو حالة البيت بنصيحة على كترة ابو الأم عايزين ولادهم وقضوا معهم افصل سكنة الكهرباء لو هنتكلم على نصيحة بحق وحقيق من واحد زي حضرتك عن طريق الاستاذ الجلاد هنقول لازم تنشأ وزارة للانترنت ولازم يطلع قانون عربي موحد للجريمة الالكترونية يعني بس اللي تنشأ وزارة الانترنت دي لازم تطلع وزارة بحق وحقيق فيش حاجة اسمها انها تكون تابعة خصوصا التشهير يا دكتور انترنت التشهير القانون ده لازم يطلع موحد تطلع من جامعة الدول العربية فيش حاجة اسمها عشان تطلع قانون محتاج ناس وناس اغلبيتهم كبار في السن وعندهم امية الكترونية قانون ده لازم بتنمي الاستعانة بالشباب اللي هي احدى الكبائر في العالم العربي انك تسعين بالشباب كبيرة اه وربنا هدخلنا النار لو استعاننا بالسبب بالضبط فهي لازم يطلع قانون عربي ما انفعش يطلع قانون مصري فيطلع لك واحد من تونس يبقى وزلك قانون عربي موحد طبعا لازم يطلع قانون عربي موحد لجليمة الالكترونية مش عيب لما يطلع من مصر ويعمم ويتبشر بي جامعة الدول العربية نعمل بيها حاجة ثاني حاجة وزارة الانترنت يا مسؤولين عن ملدنا يا مسؤولين عن شبابنا يا مسؤولين عن الحرب واللي بيحصل فيها لازم تطلع وزارة مش عايز اطلع بس امنة عايز اطلع عدي كمان بديل مش بس تربية خومية احنا درسناه احنا صغيرين لا فيه تربية إلكترونية فيه حاجة اسمها لازم تطلع اسمها اعرف عدوك يعني معلومة لسيادتك قلتها بتاعة الموبايل ده السمارتفون انه اي حد في الدنيا كلها عن طريق رقمه على الفيسبوك يوصلوله ويبقى مركوب خلاص بقى خلصت انا اتحدى ان وزير عارف المعلومة دي بالخضر الكافي اتحدى ان احد من جهة امنية قال لأي حد من الوزراء حاجة زي كده او نبه او بشر او خوف من حاجة زي كده بكل اسف ولهلك برضو تاني المجودات الامنية مش كفاية فيه موضوع الاخطار الالكترونية اللي بتحصل عندنا تكملها ممكن انا وقت خلصتها وتفضل للسريعة تكملها بس الكلام دكتور احنا اللي هو اعرف عدوك انا فين من الفيديوهات اللي بتبسها داعش من الايات الكوروناية اللي اللي بتيجي في مقدمات فيديوهات داعش انا فين من من الحديث اللي بيقولوها في الفيديوهات بتاعتك انا لازم افنى دا كويس قوي بشيوخ عصريين يقدروا يقصروا في الشباب فعلا ما فيش شيوخ عصريين او اي ان كان شباب اي ان كان حتى لو اعلام انا ما خافش من الفيديوهات عشان كده الرئيس عبدالفتاح السيسي كاد انه يسرخ المرة واثنين وتجدير خطاب الدين وقال لها ها احقف قدام ربنا واقول لكم واقول لربنا ان المشايخ دول ما جددوش الخطاب الراجل خلص ضميره مش حاجة يقولها الراجل خطب يوم الجمعة بيحصل فيها بيكلمك عن اللي حصل 1400 سنة لا انت كنت موجود ولا انت عارف حاجة طب تكلمني في مشكلة الزبالة تكلمني في مشكلة الانترنت تكلمني في الاخلاق في القيم في المبادئ في التحرش واضحة نحن هنرجع لقضية دي تاني ان شاء الله وهنعمل لها وقت اكبر بشكر الدكتور جمال مختار خبير نظم المعلومات والسباكات الالكترونية شرفة نوارد وبشكر السيد محمد القديم خبير نظم المعلومات والتسويق الالكتروني هنروح لفاصل حلقة ممتدة لسه هنروح لفاصل ونرجع نكمل تاني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة